موسيقى موسيقى نقارقبوه نقارقبوه نقارق نحيدوه نجلعوه مغاينا نعفوه ما كون مصطفى هنيني مصطفى هنيني مواليد ضربي داع 1964 بدرب غلف الدراسة هدي ريدوه كيف جميع الناس موجاز سنة 1990 وعندي دراسة معمقة سنة 1992 في دراسة اكتنصة الليسان عميق لانوستي عميق جدا عميق جدا فدوى بصطفى ليني بكل بساطة وأعمال بينما تعرف بالأعمال اللي شاركي في تلفازية والسينمائية والمصرحية وأنا البداية الديني أول كانت في 1989 محترف وكانت في 1989 يعني أول مسلسة اللي شاركت فيها كان هو ودراسة الماضي اللي كان المخرج دياله هو محمد عاطفي وكذلك في 1990 المسلسة الثانية هو نهاية اللعبة ديال المرحوم الفنان والمخرج القادر محمد الطوجني هذه البدايات السنية والهواس يعني دوز واحدة مدة كبيرة في الهواس وفي الأوراش وفي الوراشات اللي كتكدر عن الصعي الوطني في المصرحة كدوز هنيني الطفولة دياله؟ طفولة كانت شوية في الشغاب يعني أنا كنت مشاغب كبير إلا في المدرسة مشاغبة في الزنقة يعني كنت قبيح وخصوصاً كنت كتف عباد لما البطوات ديال الضو لا لا هادي ماشي مع البطوات ديال الضو هادي واحد حكاية دير واحد مني كنا كان قروف في مدرسة الأميرة كان واحد الأخ قبيح وكي تكون تمنى في إحدى المدرسة وكان كي يسلق دراري بززاف واحد النار تلاقينا معا حنا في الجردة وش دينا كتفناه وش بنا الصماطي وبركنا عليه بالعصى باش عبره بقى قرر بشي واحد ولكن قلوا لي من بعد ولا صاحبك مهما من بعد ولا صاحب لي نا علاش فاشجل الغد قل لي في مدرسة أنا قل صاف يا هذا غاي سلخني ولكن قل لي شوف دابا أنا عن صاحبنا وياك وهادي وكذا وصاحبك باش شو اللي تحامي منه لا ولا وكي حامي مني لاش كنشوف مصطفى رهنيني في بعض الموثلسالات أنه الرجل العنيف قاعد نقول لك الأدوار العنيفة ولكن انت كتبين لي بالحكس طيب يعني بخير واشوفوا التمثيل ما عندهش حلقة بالواقع طبيعة الإنسان في الواقع رأى مسألة عادية ولكن منك تطعك شي ضروري أنك تخصقون به غير دائماً الإنسان اللي كيكون هادئ ومضرية في الواقع منك تعطيها أدوار دير الشر كتكون واحد الغريزة كينا لداخل مخزونة يلي كتبين في التمثيل مع مركة تيديز مثلاً مش شاريع ولا شي زال قوي آه آه أدوار موتير أنا كتبق عليها واحد القادية غريبة جداً هو أنني قد لقى مع الإنسان أول مرة كي يشوفني كي يصحبني مقريع كي يصحبني أنني ولكن بعد أنني كانت عمسانوية وذلك شي عادة كي عارف أن أنا ما ما كانش علاقة ما بين مصطفى كانني في الأعمال التليفزيوني والسينمائية ومبين الواقع بقى عزيز عليك لا فوقر آه 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 قولي يا صي هنيني كنا كنا نشوف في السيدكومات يعني واحد الوقت كان هنيني يعني أي سيدكوم كتلقاه ولكن دابا هنيني غاضر من السيدكومات ومشي عن اللي غيبت هم اللي غيبوني كمت ومن اللي قصمونا لأن حاليا كتشوف أن مجموعة دي الأعمال الدرامية كينا ومجموعة دي الممتنين الأكفاء ما كنظرش أنا على رأسي على مجموعة دي الممتنين اللي عندهم أسماء ما بقوش حاضرين في الأعمال الدرامية وهذا يعني شيء غريب وكي يحز في النفس أن كتلقى أسماء ضربات تمارة واشتاغلت مني كان تليفزيون ما فيهش الفلوس ودبا مني التليفزيون فيه الفلوس ما بقاش كي يشتغلو وهذه مسألة أمني كتلقى كتسول على السبب كتلقى مثلا المنتيج كي يسببها في تليفزيون كي يقولك تليفزيون فرض عليها فرض عليها الكاستينج كتلقى تدر مع التليفزيون تليفزيون كي يقولك ودي احنا ما قدروش ندخله في الاختصاص ووحد كي سببها في واحد الشركة كتقولك أنا أشوف مع المخريج كل واحد كيتنصل وهذه مسألة غريبة جدي لأن هذا ملعام مخصوص كل شيء أنه يستفد منه مصطفى هنيني أراجاوي ولا ويدادي وعشا نقولك أنا أراجاوي هي معروفة مصطفى هنيني معروف أنها وانا ويدادي فتدير بي بيناتنا هو قريب قريب لا واشوف المسألة تتبقى عادية أنا من قدرح نقولك مثلا ما نقولك واش أنا ويدادي ولا أراجاوي لأنه لماذا؟ لأنه معروف في المجال المغاربة يعرفوني يا راجاوي خصوصا أنك تستطيع ريح في المقانة ما كمشيش التريب المقانة أحاولك ما قديش دينا في يدك لا ما عديش مع المقانة دينا دينا مقانة دينا دينا حيطة يقولي يا عمرك سلت في الطويس ولكن في أيامات الشباب باقي هنيني ما معروفش ديك الساعة لا واشوف مني كنا كنقرأ وفشكت كنقرأنا كنخنص الشهر الأول دي اللاكارت اللاكارت دي المدرسة كنخنص لها الشهر الأول العام كامل كنوري اللاكارت غير الغجوة ديها لكن طلع دروسه وكي قلت دوز وسليت سليت سليت ناسا عينا كمشي والبحار كمشي مسألة سليت عادية جدا ما كيش لي مسلتش على قاديات المحر كلي واحد نار زعمتي واحد تدري صاحبك شا داخلك تدري على وجعبك غرقتي وخرجتي كانت واحد توقع واحد كريسة كبيرة واحد تدري صديق ديالي وما كان ما كان عرفوش أما ما كي عرشعه ودخلنا نعومه في عين دياب وانا مشيت واحد الوقت يبقى لي يغرق بني بغي يغرق بني بغي يغرق وانا شد فيها تنغرقني معها تبسكها غرق لا غرق لانا الطريقة فاش بغيت نجبدو بي ذاك شي شدني الوقت لي شدني هو حتى هو بغي يطلع فش دنيانا هي ما ملقيش كي باش تضربته ضربته برجلي بحل الكعاد بقيت كندفع فيه كندفع فيه تخرجناها ودخلوا شي إخوه انتوا معه وانا باش خرجناها ذاك الاخر شكل الفنان اللي عزيز على قلبك اللي قريب من مصطفى عميل كين بجموع هذه الفنانة ما لا قدرش نقول لك كين بزار كين بزار كين ولكين أنا قلو لي الحبيشي ميلو تحياني منذ من البر هو شوف ميلو الحبيشي وعندي معه واحد علاقة أخوية كبيرة لأن البداية الاحترافية ديالي في المصرح ليسا مع ميلو الحباشي يعني سنة 1990 درسم معه ما يفوق على واحد عشرين مصرحية فميلو ده هو ماشي اخو يمكن نقول لك مثلاً الفضل باش كتشوف مستعنى يعني في هذا المستوى على المستوى التليفيزيون على المصرح فهو كي يرجع للميلو ده حباشي ولكن كين ينا في النهان أخرين كين عبد الواحد موادين كين سعى الله عاد المجيد عبد الواحد موادين والساد ديال فايش عنده في المندوبيات كين فاطمة الجابية كين بزاب كين الخياط كين بزاب ديال المخريج والفنال للأصدقاء ديالنا نجار لا خياط كين نجار قولي يا سيم سطافا المخريج ليه مع مراك تخدم معه شوف جميع المخريجين نقدر نخدمه من الله واحد ما نقدرش نقول لك اسميته ولكن هذا كان الخيال إنه قبل ما يكون مخريج كان مدخي ليه ساعده ساعده بزاب ديال الحويج ونكر الجميل وفمسي واخي بقى أبو حدو الشي اللي بقى أبو حدو هنبيع بطاطعنا صافي اللي بقى أبو حدو والكي ديال إخراج هنبيع بطاطعنا وش كون شو واحد اللي عونك في المسيرة ديالك الفنية لغا تقولي شكرا واللي عوني في المسيرة الفنية ديالي هو من الله اللي تقف مصطفى يعني وعلى المستوى المصرح على المستوى المصرح من لود الحباشي بإضافة مصطفى الدسوكي وعلى مستوى التليفزيون كين الزاف كين يعني فريدة بورقية كين فاطمة الجابي كين محمد عاطفي كين بزاف بزاف ديال المخريجي اللي يعني اللي بالفضل اللي أنا بأسير الفنية ديالي واحد مرة اللعبتي واحد مصرحية سألتوا جيتين لوطي خرج جامل عباد الله أهربتين من ذاك لوطي لا هو أشوف بعد قتالت كي يجي وانا دخلت كنا في مصرحية ديالش لاعبية كانوا معانا أبيضة الرمى وذاك الشومبر اللي دخلت ليانيو كين كتعرف ذاك اللي زوطيني كيكون شومبر وفيه باب اخر كيخرج للشومبر اخر ده بنا بغيت تشعل الضو في الشومبر ديالي شعل في الجيال اخرى صافي ما تضيك على البيت مشي تقلبس على الانترابتور ديال الشومبر شعل الضو الوقت اللي بغينا ننقسو الإخوان اللي دوك الدريري ديال عميزة الرمى نعسين في ذاك البيت فاش بغوين نقسو توضو جيت من يديك الفكرة نشعليني من الضو انا شعلت عليها من الضو دوك يقولوا هاذ تفيد الضو ما تفيد الضو شكون هذا عاو داني يشعل الضو ثاني عاو داني يطفيد الضو ويقولوا يخلي شاعل نعشي غدير خلي شاعل الوقت اللي قالوا خلي شاعل انا تفيده امو يحربوا خرجوا كي صعبوا البيت بذكروا ولا بيت جنون قلوا لي كتيك تدير شي تدوينات او فيديوهات في الفيسبوك ديالك شنو لي اثار الغضب ديالك مستطفى هنية تذارك داك الفيديوهات خرج بيالك وهو الاقصى هو منيك تحس براس كماتان احنا منيك ناك نشتاغلوا كماما جي كورونا كماما نشتاغلوا في المصرح المصرح منيك تشتاغل كيخليك انك ما تفكرش قاع في تليفيزيون لان كيكونوا الفلوس وخليجات كورونا وتحبس المجال الفني وما بقاش العروض المصرحية ساكين المجموعة ديالانتاجات خرجات خرجات تليفيزيون القناة الأولى والقناة الثانية والكلمة موجودية شفية احنا احنا لنا يعني المهنائية هاد المهنائية يلي كنعيشو منها ولاد يلي كبرنا منها بولادنا يلي قرينا بها ولادنا يعني كتوصل بك الازمة انك ما تلقاش باش تصرف على ولادك بطبيعة الهارة هتخرت الزلقة غتتغوت غتتلحها وصقع مصطح لانها مسألة ضرورية هذا حق دستوري انك تشتاغل لان التليفيزيونات عمومية هي ديال الدولة الدولة عند الفلوس ديال الملعام ديال الشعب اذا هاد الفلوس ما خصوش يكونوا احتيكار على واحدين اخرين خصو يكونوا عندنا كل شي الفنانين يشتغلوا ما تكون سزابونية ومتكونش محسوبية ومتكونش بباق صاحبي شي مني كتشوف انت مثلا انت واحد ضوط قطاع تتكاثها فيه ولكن فيه ممتيل فيه ممتيل كتقول لا صافي خدام هذا ولكن انك تلقى واحد ما شي ممتيل شا خدم تجلين تريت ولا شا التقاع يخدم فابور كلي يخدم بالستامان كلي يخدم بالقصير كل واحد ممتيل القصير مكترشنية القصير يا الجراوة كيدير العرادات كي الفنان يخدمها بالعرادات شا بتي؟ وهذا ما مسألة يعني مش يصحيها أخص لي كل يدي حقينا حقا والفنان الممتيل الممتيل ما يشتصتاي كي بدي عيط على المخريج يقول لي انتا هو الوعار مبروك العواشان مبروك العيلة إلا ما قلتش لي مبروك العواشان ما عياتش لك إلا ما سويتش ما صافتش لي جمعة مباركة ما شا بتي خدمه بالكفاءة ديان كممتيل خدم بالكفاءة ديانك أنا الممتيل أخدم كنشوف ممتيل في المستوى الكبير وخدم أنا ما كيبقاش فيه الحالة وخم ريح وليمكن ميكا تشوف انتا أغيوني حق الشباب ونشان باقي لنغلعك دور ديالشيشة ديال واحد قدك ولكن الأدوار اللي كتصلح ليه أنا كنشوف مجموعة ديال المستوى فيها الناس ما عندها تحلقة بالتمتيل كان وعدك يريحو معنا في القاوة كيتصوروك يجريح في القاوة كي يقول لي ممتيل كي يقول لي ووكي اوه احنا الممتيلين ضيعين يقول لي يبقى لديك بعض ديال غيات اللي مشى عند دك الخيات ويبيللي معلق واحد الصورة ديال حالي طيب محافظ ويبيدي بكير على الغيات للي المالك قللي حنال ممتولين ايه اه اه إلا لكن تتخيل معي ولتي وزير التفاعة فقط تلات أتحواج ديال غتبدا يحن بمتيلة يعني تلات أتحواج ديال أول حاجة إليك ترويز للثقافة أول حاجة ستكون الميزانية للثقافة تساوي الميزانية للأسلحة لأنه قدما كانت الميزانية كبيرة للثقافة قدما أنك ستتقف الشعب ديالك لأن الدولة سترى واحد تقدم كبير لأن الثقافة هي تطوير الأمام مني قاعد تكون عندك تقافة ميزانية ضعيفة جداً ما تكفيش تف واحد حويجة صغار لا يمكنك تقافة ملا تمشي دابل كاميرا ديالك رأى رسالة الوزير تقافة ليولدها أول حاجة كربولي سيدي مبروك المنصيب للوغارة وإحنا سمعنا للوزير أنه عنده واحد صمع كبير أو مناضي كبير وكنا نشوفه التدخولات دياله في برنامان يعني كان إنسان قوي جداً في تدخول دياله في برنامان كان نتمنى منه أن هذا المجال التقافي أنه يتقدم وأن التعطاء واحد ميزانية كبيرة للثقافة وخصوصاً ومصرحة وش هاد النجوم دابل كيقولون ما نجوم طالعي من المواقع التواصل الاجتماعي وش هما بسبب إقصاء يعني ممتل الاحترافي في المغرب وشو نقولكو هاد القضية عمر شي واحد طالع من اليوتيوب ولا من التواصل الانستغرام واللي كيدروا الفيديوهات عمره يكون في المستوى دي الممتل أي يكون نجم ممكن ولكن نجم باش عندما مثلاً أنا جاني واحد الفيديو غير حب يستطلع هنين يكن يشوفوه وكي يطلع يطلع تشافوه الناس بزيار ولا ماشي المستوى هو أنك يكون يشوفوك الناس بزيار المستوى هو أنك تكون أنك في المستوى الكبير لأنك تعدي واحد الواجب سواء في السينيما سواء منصرح سواء تليفزيون احنا ماشي ضد واحد ليه يطلع تصل وقت وكان نجم مزيان ولكن الاستمرار هي عندما تبقى كل الفنان اللي كي سالي معاه كي يبدأ في الشتاء وكي سالي في الصيف كي يبدأ مالسو سالي مالسونس وكل الفنان دا بالليف عمر ديانه المجال الفني ربعين خمسين سانة ومازال موجود ومازال كين يعني عمر دياني بديت في تسعة وثمانين وحسب أشعال يرى تنين وثلاثين عام تنين وثلاثين عام في مجال الفني ومازال كين ومازال حاضر لطول الله العمر ان شاء الله أنا كنشوف إقصاء يعني الطلبة دي المعايد يعني مني أنا وجبد أنا الحد اللي بقي نظر معك يعني رباقي طالب في المعاد وكنشوف الإقصاء هذا هو اللي يحزف النفس ديالي يعني فتالي مديرين ديالي كاسنغ كما قلت يجيبوا دي المؤثيرين على المواقع التواصل الاجتماعي وما قدوش في الدراري اللي مثلا عنده سنك يام سيز يماني بقاتلي غير عام ويأخذ دي بروم دياله مثلا في المعاد يجيبوا مثلا شي تخلف شي فيلم شي مسلسل يعني رائي ديالك انت وشوف مازلت مازلت كاتقرة أنا أطلقنا الناس بتخرجين من المعاد العالي ديال الرباط ومقالسين مخدامين شه أخذ دي بروم دياله تخرج من المعاد يكي يقولوا بقعد ديال الرباط وكدام من ديالي زاداك ومخدامين شه بريحين وش كل يخدام أخدام واحد كنتخدام في النحلة هذا كن كي يقيم ريب هذا هو المشكل المشكل واحد لأننا ديالك 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 ما مفاتحش على ديالك يمشي مثلا يمشي المعاد ديالك في الدار اللي كان في الدار بيضاء ويأخذ يأخذ التصور ديال الممتين اللي يغرأوا ويأخذوا مثلا في الساتية المانية والإقربية ويأخذوا اللهم ميضاي ويقلب على ديالك الدريالك يدروا المصراح ونحا أشوف ونبق صاحبه وكادا وصلا قال يطور ريبو ديزا سير على الله كان شي جديد وكي عندي إن شاء الله واحد للمشاركة في المداولة بعد الحلقات وعلى مستوى المصراحة عندي جوز مسرحيات عندي مسرحيات حتى وحشومي مع فقط مسرحة ثلاثة حشومي ذي مع عبد الموادين وكذلك عندي مسرحية مع محترف واحد وعشرين مع صعد الله المجي ثم واحد وعشرين ولا منسميني واحد وعشرين لا لا يا محترف واحد وعشرين قبل ما تلحق ألفين وواحد وعشر ماذا كلمة للجمهور ديالك وكنتمنى أننا نكون وخفافة اليوم وكنتمنى إن شاء الله أن هذا الوضع يتم تقدروا تشوفونا في حاجة أخرى أحسن قبل ما تقول كلمة في حق قناة إعلامية أنفس وش سؤال بغيتين نسولون لكم ما سويتوا شك لك وشوف قال الأسئلة سويتني ما ش مشكل قرقبنا لنا ما نقرقبو قاق نقل في اللون هنحيدو شي كلمة الأنفس وشوف أولا دخلت لقيت واحد مجموع عندي الأصدقاء مقدام يعني صحفين أكفاء خصوصا أهيري فمني كتشوف أهيري في هاد فأنفس كتنفس فعرف أن أنفس عندنا نفس طويل إن شاء الله وهذه تمشي بعيد تحياتي لك وشرفتين ونورتين مشاهدين كرام ما سخيناش قرقبنا لناب مع الفنان سطافة عنيني لافو كلا وما زال سفينة قرقبنا من دي ماريا مع الفنان القرين أدوزو بخير اشتركوا في القناة